بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم الف عافية راح نكمل معكم اليوم عن Blood Vessels of the upper limb زي ما حكينا ببداية المادة عن انه احنا راح ناخد كل اشي بالأبرلم من اعصاب من شريين واوردة من عظام من عضلات واحنا تقريبا خلصنا كل اشي وظل علينا الجوينتس وال Blood Vessels طبعا ما بعرف اذا بتذكروا باول المحاضرة لما حكينا عن Blood Vessels والأوعية الدموية او Blood Vessels هي بتنقسم الى قسمين رئيسية Arthress و Veins حكينا الارتري يعني شريان وهو الوعاء الدموي او Blood Vessels اللي بينقل الدم من القلب الى باقي اجزاء الجسم اما بالنسبة لالفين فهو الوريد وهو اللي بياخد الدم من اجزاء الجسم لا يودي للقلب تمام احنا احنا بدنا ناخد عن الارتريز والفينز اللي بتخص منطقة الابر لمب اللي هي الابر لمب اللي هي الشولدر ريجن الارم الفور ارم الهاند كل هاي المنطقة بدنا ناخد لها البيت فيسلز الفينز والارتريز والارتريز الآن الارتريز الشريين المغذية للأبر لمب نختصرها بيعني هم عبارة عن اربع شريين ولكن طبعا ايه لهم يعني التفرعات الاساسيات اللي هم الاكزلري ارتري البريكي الارتري والريديال والالنر ارتريز طبعا نقدر من اساميهم نتوقع هم وين موجودين اكزلري بمنطقة الاكزل بريكيال شو حكينا البريكيال بالاناتم شو يعني 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 related to the R معناته بمنطقة الار رح تكون ريديال يعني عند الريدياس او قريب للريدياس والنر related to the L كيف بيبلش عندي مصار الارتريز من فوق لتحت هاي لو تلاحظوا الاكزل لفوق والريدي والالنر تحت اخر اشي بال4R ف اللي كيف بيتكونوا عنا الارتريز بيبلشوا عنا اساسا من القلب تمام بيطلع ارتري من الارت بنسميه right sub clavian artery تمام طبعا هون بيكونوا سيشي left sub clavian artery هون احنا بنحكي بندرس على right side فحكينا right sub clavian artery اذا بيطلع بيطلع عندي right sub clavian artery ليش سمينا sub clavian sub الاناتومي يعني اسفل لان clavian related to the clavicle وهو بمر زي ما انتم شايفين تحت clavicle تمام هيو هيك مار مار تحت ال clavian تمام طي ف right sub clavian artery بينزل بينزل بس يبلش يدخل عندي منطقة axillary artery تمام بينزل axillary artery عند نقطة محددة هسا رح نحكي عنها بصير اسم brachial artery بعدين بس يبلش brachial artery يفوت عندي على 4R 1 يعني بيتقسم لقسمين لجزئين artery بيروح لل ال ال و artery بيروح لل radius تمام طيب زي ما احنا ملاحظين هون مكتوب عندي هون مقشرين على axillary artery وهون مقشرين على السابق لابين artery وهون على break artery علما انهم متصلين عبارة عن خط احمر انبوب احمر بيجري فيه الدم ل upper lymph بخط متصل طيب انا كيف بدي اعرف متى وين بيبلش axillary artery وكيف بدي اعرف وين بيبلش break artery طيب بعد بعد يدخل منطقة محددة بيبطل اسمه break artery رح يصير ال نر و رادي هاي المنطقة اللي بنحدد من خلالها كيف ال artery بيصير artery يعني بيصير بمنطقة اخرى ومسمى artery اخر عن طريق هاي المناطق اول اشي عنا السابق لي فين artery زي ما حكينا اللي بيطلع اساسا من القلب ودائما خضوها قاعدة القلب بيطلع منه كل ال arteries وبيرجع اله بالنهاية كل ال veins لانه المضخة الاساسية للدم بيطلع الدم بيغذي كل انسجة الجسم بعدين بيرجع الدم برضو للقلب فهي عبارة عن ايش دورة دموية طيب اذا السابق لي فين artery بيطلع من القلب حكينا بيمر الفير سترب اللي هي عضلة القفص الصدري الأولى تمام بعد الس súper هاي cohort تحت الكلاirrel وهاي الفير سترب شوف الفير سترب بعد من الخرة بلش هون عندي هاي الفير سترب بلش هون عندي نسميه اجزلل آرتي اذا الحد الفاصل مبان صبت Lyvean Artery وما بين الأجزللل آرتي هي الفيرسترب طيب صار عندي بعدين بدي يتحول لبريك الارتري طيب شو الحد الفاصل اللي انا بدي اميز من خلاله احكي خلص لهون بيبلش البريك الارتري التيرس ميجور عضلة التيرس ميجور اللي موجودة هون التيرس ميجور بس يوصل لها الأجزلللل آرتي خلص بيبطل ag configur بيصير براكيال ارتري بيصير براكيال ارتري طبعا على 3D رح احكي لكم كيف بالضبط بيصير براكيال ارتري بعد براكيال ارتري بعد براكيال ارتري بده على المنطقة المحددة يتحول ل 2 ارتري اللي هم الراديال والالنر صح ولا لا طيب عند النك بس يدخل ل النك بالر ارتري بدو يعطي فرع لالالنة بنسميه الالنر بنسمى الراديال بنسمى الراديال بنسمى الراديال تمام ؟ بعدين يدخلوا ان طيب من يدخلوا اللي وہاون يدخلوا على الايد تمام الالنر بيصير سوبر فيشيال بالمار ارتش والراديال بصير ديب بالمر ارت ليش الالنر سوبرفشيال لانه اصلا اصلا الالنر ارتري بيجي سوبرفشيال لشو للفليكسوري تناكلا فخلاص رح يكون على البال مع الجهة السوبرفشيال اما الراديل ارتري اصلا بيدخل بستيرير لي او على ال back of the hand بالتالي رح يكون ديب مش سوبرفشيال على البال رح يكون ديب بالنسبة للبال يعني ايش دور سليم تمام او على ظهر الايد فهاي ملخص الصفحة هاي كلها ملخص لال ارتريز اف دي ابرليم طيب هسه احنا لكل ارتري شو ديبنا نعرف الو كل ارتري احنا بناخده بالابرليم بدنا نعرف عنه اربع نفا النقطة الاولى بيبلش وين يعني البيجينيك النقطة الثانية بنتهي وين التيرميناشن النقطة الثالثة كيف بيمشي وشو علاقته بالاضر اللي موجودين بالابرليم تمام يعني الكورس اما النقطة الرابعة شو بيغذي او اقسامه او الاجزاء اللي بتطلع من هذا الارتري تمام طيب انا عندي اول اشي اللي هو الاكزلري ارتري تمام الاكزلري ارتري زي ما حكينا بيبلش بعد ايش بعد صبك ليبيان ارتري تمام اللي هو الاكزلري ارتري فالبقيننج تاعته هون طلعو الاكزلري ارتري كيف نبلش من عند الاوتر بوردر اف the first strip تمام as continuation of the third part of the subclavian artery يعني هو عبارة عن استمرار تمام ارتري مستمر اصلا متصل بالsubclavian artery فالthird part اخر part من الصبك ليبيان ارتري بيكمل as an axillary artery تمام متى بيخلص الصبك ليبيان ارتري عند the outer border of the third strip من هون بيبلش ايش الاكزلري ارتري termination وين بيخلص المكان اللي بيخلص منه هو المكان اللي بيبلش منه break the artery اللي هو ات ايش at level of the inferior border of teres major اذا هون بتكون عندي المصل اللي هي teres major هسا رح ترجيك المياه 30 اذا هون عندي teres major the inferior border لالها لما يخلص the inferior border to teres major اخر اشي هون انتهت teres major هون بينتهي the axillary artery شو بيبلش بيبلش break the artery اذا من هنا عرفنا شو beginning of the brachial artery شو beginning of the brachial artery inferior border of teres major تمام اذا هاي beginning وهاي termination طيب احنا حكينا انه لكل او خليني افرجيكم اول 3d قبل ما نبلش بالbranchis هون عندي the upper limb وهون the arteries of the upper limb تمام اول اشي انا بدي افرجيكم هون the axillary artery المبلش بعد الصبك clavian artery هون مش مبين الصبك clavian artery هو فوق يعني ورا clavicle هيك من فوق تمام هاد الصبك clavian artery شوفوا لوين انتهى شوفوا الخط الاخضر لوين طلعوا لعند الترس major لما الترس major خلصت خلص الاكزل artery تمام اذا من عند الترس major رح يكون beginning of age طلعوا of the break الارت تمام اذا هون الاكزل artery منطقة الاكزلة تمام لعند الترس major بعدين من عند الترس major بيبلش عندي brachial artery طي division pectoralis minor muscle divides the artery into three parts اذا لعننا احنا axillary artery بده يتفر على three parts الاول الثاني والثالث مين اللي قسم هذول البارت البكتوراليس minor muscle اول part above the upper border of the pectoralis minor muscle فوق the upper border of the pectoralis minor second part behind the pectoralis minor and third part below the border of the pectoral minor واحدة فوقها واحدة behind it واحدة تحتها تمام اذا نرجع نفصل اللي حكينا على هاي الصورة اول اشي انا عندي الصب clavian artery هاي الصب clavian artery جاي من وين جاي من القلب تمام متفقين على هاي الفكرة بيمشي تحت ايش تحت the clavicle متفقين على هاي الفكرة لهيك اسمه sub clavian artery طيب بيمشي بيمشي بعدين بدس يدخل منطقة axilla بيصير axillary artery طب وين بالزبط عند outer surface of the first rib طيب وين first trip هاي first trip وهي second trip هاي third trip صح اذا هاي first trip outer surface الها بيبلش منها هاي اللي صار زهري هو axillary artery طيب termination lower border of the teres major هاي teres major lower border لالها بيبلش عندي يصير ax ili break artery اذا وين axillary artery هي axillary artery طيب اذا بتلاحظوا في جزء من pectoral region وراح قطع axillary pectoralis minor بتروح بتقسم axillary artery the first part هي اللي هو above the upper border of the pectoralis minor هي upper border of the pectoralis above it the first part second part هي behind هي تحت second part هي شفافة شوية لأنها تحت ها والthird part رح يكون شو تحت lower border هاي lower border اللي هتحت هاد الثالث part فهمت الفكرة فهمت الفكرة طيب course and relation كيف بيمشي وإيش علاقته بال structures الثانيين اللي موجودين بالقبر لم the first and second part فهمنا هسا شو first and second part الفirst part اللي هو فوق البكتورال minor والsecond part اللي هو تحت البكتورال minor الفirst والsecond part of axillary artery are related to the cords of the brachial blycusus related لشو لا الك cords of the brachial blycusus and the third part related to the branches to the brachial blycusus إذن مشو the brachial blycusus بتنزل بتنزل هي as roots trunk cord branches branches on the first and second part chords رح تكون هيك لهون تقريبا بعد chords branches branches بيكملوا على third part of the axillary artery تمام طيب axillary vein وين بيكون موجود axillary vein always lies medial to axillary artery احفظوها axillary artery laterally axillary vein medial temam here axillary artery and medial vein here medial vein and axillary artery always lies medial to the axillary artery here axillary artery and axillary vein medial medial sag medial sag now I'll give you 3D so you can understand to understand let's see the branches of axillary artery اول اعرفنا اين يبدأ ؟ اريد ان رأي خلفهم من الصمد والمقاط و الثاني مقاطعة اعلى من الصمد فوق اوه مقاطع مقاطع ايه نأتي بالنصف الأخوة ثوراسيك أرثري الزراسيك منطقة الثوركس الصدر منطقة الثوركس الصدر من جهه اللاترال من التي يغذيها الزراسيك أرثري من الزراسيك أرثري نسمى ثراكو أكروميال أرتري وهو المين برانش من السيكان بارت طيب الثرد بارت اخري اشي شو بيعطينا هاي اول واحد السب اسكابيولار أرتري بروح للسكابيولا هاي ثاني واحد انتيريور سيركوم فليكس هيوميرال أرتري من اسم انتيريور ان تأتي هذا الهيميروس من قدان استيل reservation انتيريور انتيريور باستيريور من الفيرست بارت، من السيكوند بارت ومن الثيرد بارت فهلى و بدنا نحفظ بهم هلك عشان نتذكّر الفيرست بارت فيرست يعني واحد إذا جوة بيطلع منه أارتتري واحدة السيكوند بارت بيعطي 2 برانتش لأنه سيكوند ثيرد بارت من 3 بيعطي 3 برانتش فالبكتورالس ماينر اللي قسمت إنه الأكزلري آرتري لثري بارتس سهلت علينا إنه نحفظ ببرانشز لأنه كل بارت بيطلع إيش برانشز خاصين بهذا البارت فالفيرست بارت هاي البكتوراليس ماينور لما قسمتوا لفيرست بارت والسيكند بارت اللي تحته والثيرت بارت الفيرست بارت طلع منه سوبيريوثراسيك آرتري هايو السيكند بارت طالع منه شوفوا هايو ثوراكوى أكروميال آرتري ومن تحت اللاترال ثوراسيك آرتري الثيرت بارت شو طالع منه ثلاث الأنتيريو والبستيريو سوركو سيركم فليكس هيومر الارتري هي الأنتيريو وهي البستيريور والصبسكابيولار آرتري تمام هون التيريس ميجور المكاني اللي بيخلص عنده الأكزلري آرتري ويبلش عنده إيش البريكيال آرتري فالبرانشيز فيرست بارت بيطلع منه سوبيريو الثوراسيك آرتري السيكند بارت بيطلع منه تو برانشيز اللاترال ثوراكس ثوراسيك اللي حكياني بيكون على الثوراكس لاترالي والثوراكو أكروميال آرتري ويتشز ديفايدد انتو الثوراكو أكروميال بينقسم لأربع أقسام واحد بيكتورال بروح للبكتورال ريجل واحد دلتويد واحد كلافيكيولار واحد أكروميال لو بتلاحظوا إنه راح لتو بونز ولتو مصيلز وين المصيلز؟ البكتورال والدلتويد مصيل وين البونز على الكلافيكيول وعلى الأكروميون بروسيس تمام الثرد بارت أعطانا ثري NEW سوري ثري BRANCHES ANTEIOR CIRCUFFLE إنه ما نحكي divisions يعني الفيرس بارت settling ثري بارت لم نحكي BRANCHES اللي طالعين منهم الأرثري يعني الآتي زرد بارت ANTEIOR CIRCUFFLE competitors IR3 التيرير CIRCUFFLE LREAM HUMERAL على ه Mil general 75 sub scaegan NY Yahoo subaccimate فخليني افرجيكم كيف هون الاكزيلاري ارتري تمام بدنا نشوف الثراكو اكروميال ارتري هاد الثراكو اكروميال ارتري اللي بيطلع منه وين بيطلع من السيكند بارت اوف ده اكزيلاري ارتري بيطلع منه فور برانشز تو برانشز بروح لبونز لتو بونز وتو برانشز بروح لتو مصلز تمام هاد اللي رايح على منطقة الكتف مبين عشو رايح هايو هاد رايح على الدلتويد مصل هايو دلتويد برانش افذ ثراكو اكروميال ارتري طيب اللي رايح هون بيين وين رايح بكتور الريجة تمام طيب اللي رايح فوق هون بيين وين رايح عند الكلافيكل شوفو هاي الكلافيكل هون بيين رايح عند الكلافيكل طيب اللي رايح هون هايو رايح على الوين على الاكروميال بروسس افذة سكابيولا تمام هدول هم الفور برانشز افذة ثراكو اكروميال ثراكو لانه جزء منه بروحه على الثراسي كريجا واكروميال لانه بروحه على الاكروميال بروسس اف اكروميال بروسس اف سكابيولا طيب نيجي للارتري اللي بعد الاكزلاري ارتري اللي هو البراجيال ارتري اللي هو البراجيال ارتري تمام البراجيال ارتري اللي بيقنيج له احنا قردي عارفينها ايش هي اللي هي اللور بوردر اف ترس ميجور تمام اللي هي اصلا المنطقة اللي بتنتهي عندها الاكزلاري ارتري طيب ليه هون نحطين هاي الصورة لانه البراجيال ارتري احنا من خلاله نقدر نجيس اللي هو ضغط الدم اكيد عمركم شفتوا ممرض او دكتور بيقيس الضغط لمريض او انتم في بعضكم ممكن قاس مريض لأهله لقاس ضغط دم لأهله بنحط هاي الكف على الجهة على الارم جهة البراجيال ارتري تمام ونلفو عليه ليش لانه البراجيال ارتري منقدر نحس الفلس عليه وبالتالي احنا منقدر نجيس عليه ضغط الدم تمام نقدر احنا نجيس ضغط الدم عليه تمام هون هاي الستيثوسكوب يعني السماعة اللي بتحس ايش اللي بتحس النبض البلس وممكن برضو من غير الستيثوسكوب احنا نحسها باصبعنا زي هيك في طريقة محددة احنا يعني ويكان لوكيت بالزبط البريكيال ارتري عن طريق انه احنا نمسك البايسبس تندون باصبعين بعدين منتحرك 2 سنتيمتر وهيك يعني منقدر في طريقة معينة الا حتى احنا نحدد اللوكيشن تاع البريكيال ارتري بالضبط روح نحس بالفلس فانتو لو تجربوها ممكن تحسوا بالفلس هاي انا الان بجربها وحاسب الفلس فهون نفس الشي هاي الكف وهاي الارب هون بريكيال ارتري تمام هون عشان يقيسوا الضغط وهون ستيثوسكوب عشان يحسوا البلس او يحسوا يعني النبض تبعا بالبريكيال ارتري زي ما حكينا البريكيال ارتري زي ما حكينا البريكيال ارتري بس يدخل على الفور ارم بده يعطينا تو ديفجن اول واحد اللوه الالنر ارتري والثاني الارتري وين بالضبط عند النك اف دا رדיس هاي الريديس وهي نك اف دا رocus هاي عندها بالضبط عند النك اف دا رديس نقسم لرadi lárty رايح للارديس واللنا الر matin رايح للالنا اما بالنسبة切 كيف بمشي هاد الارتري على الالتر في من最初メ CPA To the humorous يعني لما يكون بالarm جاي من فوق رح يكون medial للhumorous يعني هيك هون humorous lateral هون medialي فهو رح يكون medial للhumorous أما lower part of the arm it becomes anterior to the humorous طبعا هي هيك الصورة من فوق مش مبينة فرح يكون هو هيك ماشي medial للarm أو humorous ولما ينزل لتحت بصير anterior هيك anterior للhumorous تمام it is medial to the tendon of biceps brachii muscle in the cubital fossa هاي هسه رح نشوفها على 3D بالنسبة clinical importance فمعروف شو clinical importance والbrachial artery احنا مقص عليه ضغط الدم طيب احنا عنا هون upper limb تمام اول مصر شايفينها قدامنا على الارم اللي هي biceps brachii وهون الارتري اللي جاي ميديل الى الهاء الاحمر هايو هاد البريكيا الارتري تمام البريكيا الارتري بي جي ميديل لا التندن افتاء بايسبس بريكيا عند البريكيا الارتري زي ما انتو شايفين هون تمام بالاضافة الى انه بالنسبة للهيوميرس هاي الهيوميرس تمام لاحظوا انه البريكيا الارتري ايجى اول اشي ميديالي من فوق ميديالي لا الهيوميرس بعدين لما نزل تحتصر انتيريير لا الهيوميرس طيب هون عنا صورة حقيقية هاد البريكيا الارتري شوفوا كيف نزل بريكيا الارتري بريكيا الارتري لما دخل على الفور آل اعطانا هون الالنر ارتري وهون الريديال ارتري طبعا وين بالضبط عند النيك افداء هون النيك افداء الريديا صحيكون طبعا هون هاي البريكيا هاي اللي نازلة منها اللي هي البريكيا تندون البريكيا الارتري جاي ميديالي لالها بالاضافة الى انه هاد اللي جاي هيك من فوق وداخل على الفور آل الميديال نيرف البرانتش لا البريكيا الارتري نيوتريانت ارتري موسكولر بريكيا بريفوندا بريكيا وسبيريول ألنر كوللاترال ارتري وانفيريول ألنر كوللاترال ارتري طيب النيوتريانت ارتري هي قذي البون والموسكولر هي قذي المسلز بريفوندا بريكيا الغرية تكتب بأكبر من البريكل المصنوع المصنوع المصوصة الغرية والتحقيقية أول شيء بما أنه ألنر فهو رلاتد لشوه للميديا الإبوكندار تمام لأنه الألنر أصلا ميديا فالسوبرير ألنر كولاتر الأرثي باسس والدى ألنر نير اللي هي بستيريار لي للميديا الإبوكندار تمام إذن السوبرير بستيريار لي هاي أس أس أما الانفيريور رح لما ينزل رح ينقسم قسمين قبل الميديا الإبوكندار لأنتيريور أنت بستيريور برانتش تمام الأنتيريور رح تمشي قدام الميديا الإبوكندار والبستيريور وراء الميديا الإبوكندار نيجي نشوف على هاي الصورة أول إشي عندي السوبرير ألنر كولاتر الأرثي زي ما أنتوا شايفين نزل وراح بستيريور للميديا الإبوكندار وعندي الإنفيريور ألنر كولاتر الأرثي طبعا سوبرير وإنفيريور سوبرير لأنه جاي سوبرير لي تمام على البريكي الأرثي وإنفيريور جاي تحت على البريك الارتي. الانفيرو زي ما احنا شايفين انقسم لنصين. واحد زمان عن الغازة واحد انتيريار واحد شو بوستيريار. تمام? طيب البروفندا بريكاي اللي هو اصلا برانش من البريك الارتي برضو البرانشز ليوديرانشز. دفعا ايه. طبعا ايه. وال開心ا развитilians ديجاج لسول دиход محل نفس البرانش لانه أما البرويندابريكاي رح أعطى برانشز على الابيكندائل تمام الراديال كاللاترال برانش انتيريور ديسيندين بنازل واسندينين يعني طالع فهو انتيريور ديسيندين بنازل بس انتيريور للاترال الابيكندائل مديل كاللاترال ايضا سنسل بس اببت حفظ اللي اللترال بيكون داي الأسندينج برانش في أسندينج برانش يعني طالع which anastomosis with the descending branch of the posterior circumflex هيوميرال آرتري بتذكروا لما حكينا عن البوستيريور circumflex هيوميرال آرتري اللي جاي من الأجزلاري آرتري مين بيشبك معه بيطلعوا بيشبك معه اللي هو الأسندينج برانش من البروفوندا بريكياي إيش يعني أنا السموسز أنا السموسز يعني بيشبك مع بعض الآرتري طيب خلينا نشوف البروفوندا بريكياي ونفهمه بالظبط كيف أول إشي أنا عندي بيطلع هيك فوق وأشوف الأجزلاري آرتري هون الأجزلاري آرتري ذكروا لما أعطى للهيوميرال آرتري anterior circumflex هيوميرال آرتري اللي لف على الهيوميراس من قدام لورا لما لفنا هيك لقينا ورا إيش البستيريور سيركوفلكس هيوميرال آرتري اللي هو بلف على الهيوميراس بستيريالي طيب ننزل لتحت شوي نشوف البريكياي الأارتري تمام هاد البريكياي الأارتري تمام إيش المين برانش ل البريكياي الأارتري ال بروفوندا بريكياي تمام طيب كيف بدي أشوف بروفوندا بريكياي علشان أشوفه بدي أشيل هاي تمام هاي هاي البروفندا بركي ديب ارتف دار من المين برانش اللي هو البروفندا بركي طيب لو أنا لفيت علشان أشوف البروفندا بركي إيش أعطاني بالزبط أقول شي قبل ما ألف هون لا ترى لي إيش أعطاني إيش أعطاني ال راديا الكلتر الارتري و هو لأنه ما بيكبس مضبوط والميديا الكلتر الارتري اللي هم بروح علتنا لإبكندا تمام وبطلع منه أسندينج تمام اللي طلع لوين عمل أناستوموسيز مع مين هاي شوفوا مع مين عمل أناستوموسيز شوفوا مع مين عمل أناستوموسيز شوفوا هاي شوفوا هايو عمل أناستوموسيز مع البستيريور سيركم فليكس تمام هون نفس اللي حكينا أول إشي عندي البروفوندا بريكياي آرتري هون البريكياي آرتري هون البروفوندا بريكياي آرتري طالع من البريكياي آرتري في بوستيريورلي في إلو ديسيندينج برانش اللي هو نازل ويعطي ريديا آرتري بعطي سوري ريديا الكلاترال آرتري وميدل كلاترال برانش اللي بيروحوا لللاترال إبكنداي ومن برضو بريكياي آرتري طالع عندي نيوتريانت آرتري اللي هو بيغذي البون ومسكولر آرتري هايو برانش بيغذي المسلز وسوبرير ألنر كلاترال وانفيريور ألنر كلاترال السوبرير بيجي بستيرييري للميديل إبكنداي والانفيريور بعطي تو برانش واحد بستيرييري للميديل إبكنداي واحد أنتيريير للميديل إبكنداي طيب هون عندي البريكياي آرتري لما دخل 4R عند نقسم نقسم الى راديا الارتري والنر ارتري هذه النقطة متفقين عليها اعطى عندي برانش من البرانش انظر اول برانش الانفيريور النار والسوبيريور النار والسوبيريور النار واعطى من فوق البروفندا بريكياي ارتري ايجا تسوب بستيريار الهيوميراس تمام هنا الانتيريور برانش اللي هي بتنزل لتحت انتيرياري تمام وبتعطينا الراديا الريكارنت والميديا الريكارنت اللي هم بيغذوا اللاترال ابيكندال وفوق بيعمل انستوموسيز مع شو؟ مع ال بستيريور سينكو فلكس هيوميرال ارتري ما هو نفس الاشي طبعا هيك يعني بس معلومة عامة فائدة الانستوموسيز انه لو صار انجوري على ارتري محدد مثلا او صار مثلا استينوسيز لارتري محدد استينوسيز يعني تضيق سبب تجلط او اي سبب اثير سكوليروسيز اي سبب من الاسباب اه اللي بيصير انه الانستوموسيز زي طريق فرعي لهاض الارتري بحيث انه لو ما وصل الدم من هاض الارتري لمنطقة محددة بيوصل من الارتري الثاني اللي داخل بهاي الانستوموسيز او هاي الشبكة اه طيب ouais بريك الارتري ابريك الارتري لانه و انowsكويع المنتقص الس stimulating وعطينا superior ulnar collateral artery و inferior ulnar collateral artery أما البروفوندا يكمل عندي ascending branch يعمل أنستموصز مع posterior ulnar circumflex ulnar artery والمدل collateral branch posterior descending هؤلاء الاثنين descending واحد posteriorي وهو المدل واحد anteriorي وهو راديا هم هنا ثري ملتمر jalur funniest نسبة لي gathered encontrei جهة العجلة بعد البركيال ارتري حكينا انه عند النك افذي راديس بدي يتفرع على راديال ارتري والنر ارتري راديال ارتري هو اللاترالي يعني اقرب للثمب طبعا هو برضو من الارتريز اللي احنا بنقدر نحس عليهم البلس فاكيد عمركم شفته دكتور بحس البلس هون النبض هون تمام انتو حسوها كمان تقدروا تسمعوا يعني تحسوا النبض عليه بالنسبة للارجن تاعه بنعرف وين من البركيال ارتري اتا درفل افذي نك افذي راديس المكان اللي عنده بيتفرع البركيال ارتري الى راديال نيرف والنر نيرف الانت تبعه عند الديب بالمر ارتش افذي هات تمام بالنسبة للكورس ادسند ان دلاترال بارت افذي فور ارم داون يعني هو بيجي لاترالي احنا هاي المعلومة عارفينها الراديال ارتري بمشي ايش لاترالي تمام يعني بنزل to the front of the lower end of the radias تمام the sides of the radial pulse يعني اللower end of the radias الي هي الجزء السفلي من الرادياس قدامو ينتهي الراديال ارتري واللي هو المكان اللي احنا بنحس فيه الراديال بالس اللي هو هون يعني هذا المكان اللي احنا بنحس فيه الراديال بالس هو نهاية الراديال ارتري ثم بعد ذلك تتذكر شو السنف بوكس تمام طيب نتذكر شوي شو الاناتوميكال السنف بوكس الاناتوميكال السنف بوكس هي الدبرشن الصغير اللي بيجي لترلي على الإيد إذن هو عبارة عن تريانجولار تمام دبرشن found on the lateral aspect of the dorsum of the hand يعني هو على ظهر الإيد تمام فهذا هو السنف بوكس تمام شو علاقته بالradial artery إنه الradial artery بيجي لترلي 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 لما يوصل عند السنف بوكس رح ديفيات رح ينحرف بوستيريار لي ليروح لال dorsum of the hand ويغذي ال dorsum of the hand طيب شو اللي clinical importance للradial artery شو ممكن يفيدنا يعني clinically counting the pulse نقيس الغازات اللي بتمشي بالدم زي مثلا لما بدنا نعرف نسبة الأكسجين بالدم أو نسبة CO2 ثاني اكسيدي كربون بنروح مناخد من الارتري تمام فمناخد سامبل عينة من الارتري من الريلية الارتري حتى نشوف البلوت قازز بالإضافة إلى الكارديا كاتتريزيزيشن أهمية الريلية الارتري بالكارديا كاتتريزيشن شو الكارديا كاتتريزيشن هي عبارة عن عملية قسطرة القلب طبعا أكيد سمعتوا عنها وكثير ناس بالأردن أغلب الناس بالأردن عاملينها القسطرة هي عبارة عن عملية إحنا بندخل فيها ثن وفليكسبل تيوب يعني أنبوب هك رفيع هذا الأنبوب is guided through a blood vessel toward the heart يعني بنفوته عن طريق blood vessel معين بنمشي للهارت تمام هذا البلود فيسل اللي إحنا بنفوت من خلاله يعني واحد من البلود فيسل اللي إحنا بنفوت من خلاله التيوب عشان ندخله على القلب ونكشف ونشوف الشرايين اللي عند القلب مثلا إذا كانت مسكرة بنروح بنفتحها إلى آخره هو الريديال أرتري فإحنا بندخل تيوب عن طريق الريديال أرتري بنمشي بنمشي حتى ندخل على القلب ونعمل القسطر نيجي للألنر أرتري الأرجين إلو برضو بنعرفه اللي هو from the brachial artery at the level of the neck of the radius تمام بس medially the end it ends as superficial palmar arch of the hand فالdeep palmar arch من الريديال أرتري والsuperficial palmar arch من الألنر أرتري الكورس تاعه in the upper one third of the four arm it is oblique descending medially to the medial side تمام then vertically down to the wrist ونعمل القسطر هشوفو هون بالأبر one third of the four arm مشى أبليكلي يعني بشكل مايل بعدين طبعا medially يعني لجهة medial side of the four arm وبعدين مشى vertically للrest تمام بعدين لما دخل الهاند دخل in front قدام الفلكسوري تناكل تمام lateral to the ulnar nerve إذن شو علقتو بالألنر نيرف الألنر الألنر نيرف بيجي medially والألنر آرتري بالنسبة للألنر نيرف laterally تمام إذن الألنر نيرف medially والألنر آرتري laterally تمام وباسنج in front تتذكروا لما حكينا عن الفلكسوري تناكل انه فوقه رح يكون بالقيون كنال الألنر آرتري والألنر نيرف شوفوا هاي الصورة لأيد حقيقية هون عندي الصم وهون عندي little finger تمام فهون رح يكون lateral هون رح يكون medially معناته هاذ ايش اللي جاء الاترال رادي الارتري لانو الرادي 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 اس اصلا هي الترال تمام اللي جاي بالنص اللي هو medial nerve شو اللي جايات الاثنين هيك medially وجم بعض اللي هم اللي جايات الارتري اصلاح الالنر نيرف الالنر نيرف يجي الو لترال يعني اقرب للثم تمام سي ما حكينا هون كيد رح يكون لهم برانتش سوا الالنر او الارتري او الارتري الارتري و الارتري يعطي كل واحد راد ي eram send by screaming عارتني عرخي على الق deciب يجеть من الخجرة و أن他們 Brachial artery بعد ذلك نسبة للألنى تعطية علي المدرس بألك ويقع امانτο بstatک البالمر انتيرير ولا بستيرير نفس الشي من الألنر أرثري والرديال أرثري بالإضافة إلى أنه الرديال أرثري يعطينا برانش برضو سوبرفيشيا برانش أما الالنر يعطينا دي برانش كمان الرديال أرثري يعطينا ثري برانشز فيرست دورسل ميتكاربل وبرينسبس بوليسس أرثري ورديالس إنديسس أرثري طبعاً مبين يعني الفرس دورس الميتكاربل جاي لاترالي فأكيد رح يغد رح تيطلع من الريدي الارتري البوليسيس يعني الثم برضو من الريدي الارتري لأنه لاترالي والإنديسيز اللي هي الاندكس فبرضو لاترالي فعشان هيك من الريدي الارتري